اشتركوا في القناة مسا النور حبيبتي هزال دائما حلوة مرت حبيبتي تعالي لهون عادي جنبي بتحبي تشربه حبيبتي؟ لا ما بدي شكرا إليك مسا الخير؟ وين كنت سنان بيك؟ ليش تأخرت لهلأ؟ لا أمي ما تأخرت أنا جاي على الوقت مدحة بيك خبرنا أنه الدعوة الساعة تسعة المساة هون وهلأ تسعة إلا خمسة شو هي اللي عم تقوله أنت سكرى مو هاي؟ بحياتي ما كنت صاحي لهالدرجة أنا ما أجيت على العشاء بصفتي من عائلة ديمير أغلو جيت بصفتي المدير للشركة الجديدة بقدم لكم شريكنا الجديدة شكرا لكم 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 كنان، انت شو عم تساوي هون؟ الناس خبروني أنه عائلة ديمير أغلو بتهتم بالطيوف بس اللي شايفوا أنه لهلأ ما حدا رحب فيني أنت بأي جرأة بتجي على هذا البيت؟ مو جرأة أنا لبيت الدعوة وجيت مظبوط سينام بيك؟ ما قلتلك يا أمي كنان بيك شريكنا الجديد فوتو؟ وأنا المدير العام للشركة وغير هيك أنتو يا اللي دعيتوني على العشاء الليلة بلا كلام فاضي، أنت عم تتمدخر علينا؟ مجرد سيات سمت من وين لوين لحتى يقدر أنه يشاركنا؟ شكرا لك تفضلوا، هاي نساخ عن الاتفائيات وعقود بيعلأسهم جبتن لتشوفوه ما بدي يصير أي سوء تفاهم فورال بيك إذا بدك، فيكم تتصلوا بالمحامي وتسألوا ما في داعي أنا متأكد أنه أنت زبطت الأمور كتير منيح ولا كل إياتنا منعرف أنه أنت ما عندك الجرأة أنك تجي لهون فورال، ممكن تجي معي، نحنا لازم نحكي شوي بعدين منحكي أمي، بظن كتير عاب أنه نترك ضيفنا لحاله فورال رح حاستك على كدش يا سيمان لو سمحت تفضل على الصفر يلا ماشي؟ أهلين وفهلين تنان بيت إلي الشرف أنه تعرفت عليك، أنا ديتنا، زوجة تنان تشرفت بمعرفتك، زوجك كتير حكالي عنك، تفضلوا تفضل، عود عندك ما معرفتك؟ تفضل، مرت شكراً إلا بيكي يا سلمان بل شو بالتأديم لو سمعت فوراً صراحة كنت باريف أنه رح تندهشوا لما تشوفوني وأنا اندهشت ما توقعت تتصرفوا معي بهي اللباقة يعني ليش لا تندهش لما قطعت طريقنا ونحن جايين على اسطنبول تصرفت معك بكل أبراقة بعدين أنا عندي مبدأ حتى إذا عدوي فات على بيتي بتصرف معه بكل احترام هي هالشي مصبوط لأنك متعود أنك تهاجم عدوك بالغدر وما عندك الجرأة لتواجهه وتحاسنه برأيي الأفضل لو أنه نحكي بأمور الشغل يا جماعة عن إذنكم راس عم يجعني صحتين وهنا عادي يا حياتي في حدا غريب بيناتنا وبعدين هاي الليلة رح تكون أهم بكتير من مجرد عشاء عمل مهم صراحة أنا في عندي سؤال محيط آسف على الفضول آخر مرة شفتك فيها كنت صيات سمك فقير وما عندك قارب وحالتك بتقطع للب شلون صرنا شركاء هيك فجأة؟ اشتركوا في القناة مرتك بتعرف المرحوم أبي كان صياد رائح وكنت اعتبره فيلسوف كمان صراحة في عنده مقولة بحبة وكتير غالي عليه كان يقول إذا بيوم وقعت بالبحر وإيديك مربطين لا تخاف أبدا يا بتموت بالمكان اللي بتنتميله أو بتوصل للقاه وبترجع بتطلع فوق المي بسرعة لدرجة ما حدا بيتوقع وأنا شفت القاه بس ما متل طلعت فوق المي بسرعة وصورنا شركاء كيف يعني ما عندك علم؟ انت قلت إنك بعت الأسهم لشريكك جينان خانم اهدي شوي ما رح إهدم تحبيك بالأول بتقول إنك بعت الأسهم لشريكك بعدين بيطلق قدامنا سياد السمك على إنه شريكنا الجديد شو هاللعبة الوسخة؟ سمعي أنا مالي مضطر قدم أي تبرير لحد على القرارات ياللي بتخص شغلي شريكي طلب أسهمي وكينان بيك أخذ الأسهم من شريكي مقابل ديوم وبس موضوع مو بهالبساطة هاي انت لعبت لعبة وصخة على عائلتي وشركتي يكون بعلمك مرح سامحك على هالشي وكل ياللي واقفين ورا سياد السمك وكل ياللي عم يدعموه رح يدفعوا التمن مرح سامح حدا أبدا هزال عفوا هيك متعود ناديلة إذا هالشي بيزعشيك فيني ناديلك هذا الخام موصعب علي ايه بيكون أفضل كنام بك ماشي يا خام هالطوء اللي برأد ديك مو لقلوة السودة؟ صحيح معك حق تعرفي شو قصت هالقلوة؟ كانوا يحكوها بطفولتنا آه حكي لنا يا ههازال أنا كتير بحب هالحكايات معني متذكرتها بالضبط لا بس أنا متذكرها كتير مني اللولوة السودة هي من أندر ومن أغلى اللقالي اللي بالبحر وعلى مر سنين ما حدا قدر يطلعوا من البحر كل اللي حاولوا إنهم يطلعواها ماتوا أنتو عم تسمعوا السخافة اللي بالقصة لأنه بالحقيقة حتى لو كانت أندر اللقالي في إلا إيمة وسحر أي حدا معه مصاري بيقدر يشتريها الأولاد بطفولتهم بيسدوا هيك حكاية بس لما يكبروا ويصيروا وعيين ويحطوا عقلهم براسهم بيفهموا قديش هالقصص صخيفة وكذا معك حق إيه مثل هالحكايات بيستخدموها الناس لحتى يضحكوا على عقول الأطفال الأربياء لحتى يضيعوا الوقت أنا برأيي خلونا نحط هالقصص الصخيفة على جنب هلا ونحكي بالواقع إيه أكيد أنت قلت لي أنه سياد السمك كتير فقير وبس عايش على صيد السمك تكين بتضبط جنان خانو بس الرجال صار شريكنا بالشركة هو استثمر بمليون دولار بدون ما يرفله جفن مستحيل يا خانو هو فقير وكبر بهديك الحارة الفقيرة ما كان معه مصاري حتى لا يساوي عرس أنا متأكدة أنه في حدا وراء ما شفت أنه في حدا وراء عندك الهالقوة بس طلع فيه الظاهر أنت معرفت مين هو رح حاسبك على هذا الشي تكين تعرف لي مين ياللي عميد عمه مفهوم فهمنا أنه صار عندك سروة صغيرة خلال وقت أصير وصرت شريكنا بس لا تواخذني أنا لسه في عندي كم سؤال يا ترى عندك فكرة عن نوع الشغل يلي بنشتغله بشركتنا ولا لا لأنه بالحقيقة تصدير المحار والسمك لأكتر المطاعم والفنادق الفخمة يلي بالعالم ما بيشبه بيع هالكم كيلو سمك يلي بتصيدهم فورال بيك هاي الحياة هي اللي علمتني أنه ما ضخم أي حدا أو أي شي بنظري بالنهاية الاستيراد والتصدير كله شغل وطالما سينان بيك جنبي وفي عنده فكرة كتير منيحة عن هالأمور هو رح يقدم لي كل التعمل لازم شكراً إليك كينان بيك كينان بيك معه حق خبرة سينان بهالشغل رح تسهله الأمور عن إذنكم الوجع اللي براسي زاد أكتر لأفضل أني نام على راحتك مرتر حلوة أنا رح أترككم لتحكوا عن الشغل براحتكم شرفت بمعرفتك كينان بيك وأنا كمان هازال أنت منيحة؟ واضح أنه مانك منيحة بنوب موقف ما بتنحسدي عليه خطيبك السابق وزوجك صاروا شريكين مثل الكابوس ما في داعي تخجلي يا روحي نحن نسوانه عم نحكي لحالنا وبعدين سر كبير لا تكلهم بس بصراحة في شي حاب أعرفه شو حسيتي لما شفت كينان؟ رجاء لا تفهميني غلط يعني ما صر لكون فترة طويلة من فصلين وفورال تعرف عليكي وتزوجك بسرعة مثلك أنت وصينان مو هيك؟ بس إذا عندك فضول رح خبرك دفتر كينان تسكر يوم تزوجت فورال تصبحي على خير دخيلك يا ربي شو بدي أعمل؟ كيف بدي أتحمل أنه يكون قدام عيوني وقريب مني لهذه الدرجة؟ ساعدني يا ربي أعطيني القوة هلأ خلونا نحكي شوي بالشغل بكرة رح نساوي أول اجتماع لمجلس الإدارة رح توافق على تعييني مدير عام وبدلا نحكي بالشتماعات؟ ما في داعي تتعب حالك على الفاضي سينان ما في أي شراكة نحنا منفسخها كيف؟ شو كنت متوقع؟ نحنا رح نصير شركاء سياد سمك؟ أنتو صرتو شركاء سياد السمك شينان خار وكمان عرض الشغل يلي بيناتنا مو عقد نسا عقد إيجاري العقد يلي بيناتنا ما بهمني وهالشراكي السخيفة بتنتهي هون لا يعني أنتو بتكن تفسخوا الشراكة؟ بسيطة بهالحالة أنتو رح تضطروا تدفعوا مبلغ تعويضات كبيرة وما في بعائدنا مادة بتقول أنه التعويضات ما بتندفع لصيادين السمك ابنه برافو عليك عن جد برافو أنك حافظ درسك مليح أنا بهني بس أنت نسيت شي أنا سمكي أكبر من ما بتتخيل فورالبي حجم السمكة مهم بعد ما تعلق بالصنارة قدر السمكة دائما مرتبط بمهارة الصياد كتير بتشكركم على ضيافتكم بكرة رح استناكم بالاجتماع إذا الساعة يدعش ما حدا منكم إجا لهنيك تنسوا شراكتنا وقتا رح خبر المحام مشان يبلش الإجراءات لتدفعوا التعويضات أنا في عندي موعد تاني عن إذنكم تصبحوا على أخي أنا رح رافقك على الباب كينام بيك أكيد في حل هالو مصيبة أكيد في حل أنا مستحيل قبل بهاي المسخرة مستحيل فورال مشان ألا أقول شي لا أطلق ذاكي أمي رح أتساوي كل يالي بيطلع بإيده مشان تفسخ الشراكة طيب وفورال ما حدا بيتوقع شو ممكن يساوي بالضبط بس أكيد أتوقع أنه في حدا وراك وعن قريب رح يعرف أنه عزيز توبراك هو يالي عميد عماك لو أتمهنين يفهموا هذا الشي رح يكونوا بإيدينا لا تعكلهم أبدا لا تستخف بفورال لهالدرجة صدقني هو أزكى وأخطر بكتير مما بتظن ما فيك تتوقع أبدا شو يالي ممكن يساويه وبهي النقطة بالضبط أنتو رح تحتاجوا لي بتعرف مو هي لما أنا أخذ يالي بإبداية إذا أنت كمان رح تاخد يالي بإبداية لا أنت ولا أي حدا بيعرف شو اللي أنا بديها طيب ماشي بلا ما تعصب أنت المدير إهدى رح يضغطوا عليك لما تفوت لجوه رح يحققوا معك إذا كشفت لهم شي ساعتها أنت رح تخسر كل شي أنا بعرف أكتر منكم شو ياللي لازم ساوي أنت كون متطمن كين عنا بيك حلو أهلو نعم ما رح تستفيد بنوب إذا عصبت وكسرت الغراض يا أبني حكيت مع المحامي رح يلاقينا صغرة بالعقد وننهي هالشراكة لا تشغل بالك أنت كيف تساوي فينا هيك يا سينان ما أقول تخضر فينا ما بتعرف هداك الرجال مين بيكون بعرف خطيب هزال السابق بورال بورال وقف تركه لح تخنقه لأخوك لك أنت بتحكي تجدني يعني بورال مشان الله إهدى شوي ورجع لوعيك أنت رح تقتله لك حدا يجي يساعدني يلا تعالوا تساعدوني بسرع بورال بكفي يا أبني أنت شو عم تزاوي سينان سينان بورال يلا تركه لسينان بكفي يا أبني بسرعوية بورال لا تراوي شي تركه بورال سينان تركه بكفي تركه انت جنات بورال تركه أنت رح تقسه بورال جاء لوعيك أنت رح تقسه بكفي بكفي بقى حدا يجي يساعدنا امي يلا تركه تعالوا تعدونا يلا تركه أنت جنات يعني تركه بكفي رح تموته حدا يساعدنا بورال عشان الله رجع لوعيك أخوك عم يقتنق رح يموت تركه يلا تركه بورال لا دولا حدا بنرجعن حدا يساعدنا تركه بكفي بورال تركه أمي ساوي شي يلا تركه يلا تركه خبيبين عود هون طاع انت منيح سينات؟ انت منيح؟ طلع فيني لا تظل وعفة يجيبي الماء بسرعة فورا يا خانم يا ربي دخليك انت منيح ابني ابني سينات؟ اهدى ابني مرأت اهدى اهدى يا ابني مضى لشي مضيت حبيبي لك وين المي؟ يلا طلع فيني خد نفس ابني اهدى يلا بسرعة شوي يلا شراب شراب يا روحي يا روحي مفكريني غبي مو هيك؟ مفكريني ما بعرف مي شاركت؟ واني ما حسبت حساب اي شي اجا الرجال دفع مصاري وصار شريك مو هيك؟ ما خطر ع بالكن انه ممكن يكون عندي خطة طب انت ليش ما خبرتنا من الاول؟ ها؟ شو كان رح يتغير لو خبرتكن يا امي؟ ها؟ كنتوا رح تاخدوا ايميل لكلامي شفتي شو صار؟ شفتي؟ على شوي هالمجنون كان اتلمي هداك الرجال صار شريكنا والافضل انكم تتقبلوا هالشي بسرعة صياد السمك ما له لحاله أنا بعرف يا ريتك عرفت مين اللي واقف وراه ما بعرف بس أنا رح أعرف عن قريب تعال حياتي تعال عملك أنتك أنت رح تقتله مريض نفسي مجنون أمشي سنان حاول تهدى فورال منلاقي حل لا تقلق سمع المحامي عم يدقي العقد هلأ ليش ما عم تفهمي الموضوع مو موضوع شركة صياد السمك يجل ياخد هزال مني بده ينتقم مني بهي الطريقة أنا منتبه لكل شي يا فورال بس بالأول مننهي هالشراكة وبعدين منحطه لها الكلب عند حده صياد سمك فقير مستحيل يقدر يوصل لهون لحاله بها السرعة أكيد في حدا عم يدعمه وما في حدا براسي غير اسم واحد عزيز توبراك عالأغلب إنه يكونوا تعرفوا على بعض هوني وحتى أنا متأكدة يا ابني إنه عزيز توبراك اللي عم يدعمه ايه؟ كيف كانت هالليلة؟ كانت كتير صعبة يا أخي كتير ما علينا المهم اتجاوزت الموضوع بخير وسلامة لا مو هيك مو هيك يحب شي كتير سيئ يا أخي لا منقدر نتجاوزه ولا هو بيتركنا بخير وسلامة كينان لا تساوي هيك صار لك ثلاثة شهور مع أخونا عزيز وكتير تعبت لو صلت لهو هلأ إذا قلبك مال له هزال عن جديد وقته بيخرب كل شي كنان لا تعمل هيك مزبوط مزبوط بس كتير صعب يا أخي لما شوفك هم تتطلع بعيوني حسوا كأنه حياتي وقف قلبي بيوقي بحس كأني مثل الضاير عيونه بعيوني بس عيده عيده بيئت حدتان وهالشي كتير صعب بالنسبة وكأنه أناع معك حق صعب بس هي ربي عقيني الأول ما عد فيني تحمل عقيني الأول يا نور بعرف إنك إجيت ميشاني إجيت لتنتقل بدك تخليني إدفع تمن اللي زاويته فيك بس لا أنا لانتقامك ولا حقدك قدروا يخبوا الحقيقة أنا شفت بعيونك أنت لصاتك بتحلم فتور رأسك عاليمين شوي هلأ لقدام لا تتحرك لو سمحت يا حبيبي أنت عم تتحرك طول الوقت كل ما تحركت بتغير الضوية اللي على وجهك ماشي خلاص ما عدت حبا تقهدي بس أنت كمان استعجلي شوي لأنه القهوة بردت وأنا ما بحبها باردي طيب ماشي اهدى حبيبي شوي وبخلص اهدى إن شاء الله حبيبي حاش تتحرك أنا ما عم بتحرك وهي سبتها يا ترى شنور رح تطلع الرسمي لساته موبايلة مسكر وين هالبنت؟ تركي يا أمي منيح ما كانت هون ما كنت بتمنى أن تكون موجودة وتشوف الشي السخيفي اللي صار أنت طلبتني فور البيك؟ ممكن تتركينا لحالنا أمي عود كينجار عود يلا بتتذكر صياد السماكي اللي اسمه كينان؟ اي بتذكره؟ وبتتذكر أني طلبت منك تمحي أسره؟ طبعا بتذكر ويا ترى حضرتك بتعرف ليش طلبت منك هيك شي يا كينجار؟ لأنه ما كان بديها بس ينمحها من الحياة أنا بديها كمان أنه ينمحها من الذكريات والصور ومن الوجود حتى لأنه ما بتحمل يكون عنده قبر وهازل تفكر تزوره بشي يوم سوينا مثل ما أمرتنا بالضبط دفلنا صياد السمك بالبحر ولك كينجار الغمي هو ما مات عايش واليوم إجل عندي على بيتي وأعد على سفرتي صياد السمك الواطي صار شريك بشركتي مبروك علينا الشغل الأول شو رأيك عجبتك الرسمة؟ عجبتني كتير حبيتها بس مين هات؟ طبعا أنا عم بسألك هالسؤال لأنه هو أحلم مني لا أنت أحلم من الرسمة بكتير بس أنا ما بعرف هذا اللي طلع بإيدي ما زبطيت سمعي أنا ما بفهم بأمور الرسم ماني مثلك لا تتمسخا تمام تمام لا تزعلي لو كنت رسام كنت كرست كل عمري لأرسم جمالك حبيبتي عن جد هالشغلة كتير صعبة مع أني ما بظن أبدا فيه رسام بالدنيا بيقدر يرسم ملامحك الحلوي ما في بجمالك بالعالم أنت من وين طلعت النار؟ ثلال شهر أنت قدرت تسرق مني قلبي وعقلي أنا كتير بحبك أنا بعشقك موت بس يا روحي الحب والعشق ما بيشبعوا البطن شو رأيك لو نعود ناكل لنا شي شغلي؟ ليش معناك رومانسي؟ جوعان جوعان تعالي خلينا ناكل هلا بعدين بتشوفي قديش أنا رجال رومانسي تفضلي شكرا إليك كينام بيك العفو ما نطفي الشمعة سوا؟ ثماني يومي لما أقول ثلاثي واحد اثنين ثلاثي ايه؟ انت ما عشيت مع عائلتي؟ اختسال ما ساوت كتير أكلات بصراحة الصفرة كانت رائعة بس ما لقيت الفرصة لأكل وضليت جوعان كينام كينام حبيبي قلتلي إنه لقاءكم كان منيح بس مو هيك مبين على وشه شو صار؟ أخواتي عملك بطريقة سيئة؟ ما فيني يقول إنه كان أفضل لقاء بس بنفس الوقت مانو الأسوأ قولي الحقيقة كينام لا تاكل هم ما رح أزعر إذا كان لقاء سيئ خبرني ما كان سيئ لا تألي بس بصراحة كان في شوية التوتر بسبب الشغل وهالتوتر راح كل شي كان حلو كوني مطمي كينام أنا ما بحب اتدخل أبدا بأمور الشغل بس عندي فضول ليش ما خبرت عائلتي من البداية إنه بدك تصير شريكون؟ ليش خبيت لآخر لحظة؟ استراتيجية تجارية أخوكي فورال رجال زكي وشاطر بالتجارة وخبرة أمك ما في مثل أبدا لو خبرتم بهالشي من قبل وقتها كنت السمكي لصغير ولكانوا هني نحطوا كل الشروط لصالحهم بس هلأ تساوينا وهيك منربح أكتر فهمت بس خايفة ما فينا نتوقع ردة فعل عائلتي مظبوط هني نستغرب حتى كأنه نتدايقوا شوي بس ما في أي مشكلة بيتعودوا مع الوقت ونحن كمان لازم نوقف قدامهم عن قريب وهالشي للإستراتيجية؟ سمعي أنا ما بحب أني نرفيق لهالسبب بقدم عروضي للطرف الثاني بالوقت اللي ما بيقدر يرفضها وأنا بعرف بالمناسبة كل شي على هالسفرة بشني حبيت؟ ساحتان وهنا شكرا يا ترى ممكن تعطيني رقم المحل مشان أطلب منه أن إمتى ما إجا على بالي؟ أنت كيف عرفت أني ما حضرتهم بنفسي؟ سهلة ما في ريحة كيك وفطاير بالبيت وبعدين المطبخ كتير نضيف يا عيني يا عيني ما بيتخبع عنك شي معناتها من يوم ورايح رح أفتح عيوني منيح ومو مشكلة بتعلم تحضير الأكل مو صعب لا مو صعبة هالفكرة رائحة بالبداية تعلمني الفطاير بالشبني لأني كتير بحبها أرمانك هالموضوع عندي عندك يلي عم تقوله مستحيل فورال بيك أنا شفته بعيوني التنتين مربوط بحجر وعم ينرمى بالبحر وأنا كمان شفته بعيوني أنا وصياد السمك قعدنا على صفرة واحدة مشان الله سامحني أنا عن جد كتير مستغرب إذا بتحب أنا فيني هلأ خلاص سكوت حاجة لعفادي بقى رح أعطيك آخر فرصة ومو لو صالحك أنك تضيعها مرني يا بي صار عنده سروة كبيرة بتلكت الشهور في حدا عم يدعمه تعرف لي مين هو فورا كينجر إذا ما نجحت بهالشي كمان بتروحه بتزد حالك بالبحر ووصحك أنك تطلع من المي مثل صياد السمك وتجي لعندي كل شي كان حلو بتشكرك حبيبي ما ساوت شي إنتي حضرتي كل شي أنا اللي لازم أتشكرك هذا واجبي حبيبي تعرف إني بعشاءك موت؟ بعرف أنسي إني تمسخرت على الرسمي بالحقيقة كتير عجبتني تسلم إيديكي ديري بالك على حالي شوفك سوي على مهلك ماشي ولما توصل يبعطي لي رسالي أهلين خال عزيز أهلين فيك ابني الله يزيد محبتكم ممكن نحكي؟ منحكي وأنا أجيت لنحكي بس موهن خال خلينا نروع مكان تاني طيب ماشي دقيقة لأجيب الشاكي كم مرة قلت لك لا تفوت من دون ما دق الباب؟ والله بعد ما أجل عنا هداك الضيف لا تستكتري علي أن يفوت على الغرفة بدون ما دق الباب عندي سؤال مهم إليك أنت كيف قدرتي تواعي بيحبه لها ذاك الرجال؟ شو قصدك تقول؟ أرخيصه ما عنده زرّة شرف كينان بنظري أشرف رجال بالعالم فرار لو عنده زرّة كرامة صدقيني ما كان تحمل يشوفك وانتي ماسكة يدي لو أنا كنت بمكانه ما فيني يتحمل شوف حبيبتي وقفة مع واحد تاني شو رح تعمل؟ رح تساوي متل ما أساويت بأخوك؟ ما بعرف إذا موضوع متعلق فيكي ما بقدر أتوقع شو ممكن ساوي فرار نيناتنا بنعرف ليش كينان إجا لهم بده يرجع كرامته اللي انكسرت ورح يحاول يخلينا ندفع التمن يعني هو يهم وينتقن مني مو الشراكة مو هيك؟ عن جدي أعيب الشوم عليه يا ترى هو من وين جاب كل هاي المصاري؟ مين بيعرف شو عمل لحتى دبره؟ يمكن يكون سرق أحدا كينان رجال شريف ما بيمد إيده عشيم وإله لا تخلط بينك وبينه رح ورجيك حقيقة صياد السمك يا هازال لأني بعرف إنه الشركة آخر همه صياد السمك ثباح بالمي الغلط إذا أنت كنت يهمه مو بس كينان والله إذا بتوقف كل الدنيا قدامي أنا بدوس على كل تصدح على خير أنت رح تحرق حالك كينان أنت رح تحرق حالك إذا بصر لك شي كينان أنا بموت لكن جينان خانهم حاول تفسخ الشراكة وفورال طول الليل ما بعد عيونه عني كان رح يجن من غيرته مني بس حاول إنه ما يأظهر إشي عنده دم بارد هالوسيخ بس لسه ما بيعرف شو عم يستنى طيب موازل شو ساوت لما شافتك هني كيف كان موقفها طبعا هي تفاجهت تدايقت واحترقت روحها يا ترى احترقت روحها ولا تدايقت لأنه فيه فرق كبير بيناتون يا أبا ضاي والله ما بعرف لما أنا اطلعت بعيونه كأني شفت هازال الأديم عيونه لمعه لما شافت أنا ما بعرف شو صار بالضبط بس كأنه فرحت كتير بشوفتي مو سهلة أحيانا الإنسان بيواجه أمور بحياته مثل أمواج البحر إذا ما وقفت بوش ضرباتها ما بتقدر تتحمل انت رح تقدر تتحمل كنام بتحمل كتير منيح بس بالي مشغول على آرماك بشو مشغول والله ما بعرف أبدا البنت ما قال أزنب باللي صار ضميري ما بيسمح لي أبدا إلعب بمشاعرة وازدغلة هيك طلع فيني الظالمين بنصبوا عرشهم على ظهور المظلومين ما فيك تنزل الظالم عن عرشه من دوم ما تدوس على المظلومين لتوصله آرماك هي أهم ورقة رابحة انت رح تحاول تحتفظ بقلبها بوحدة من إيديك وبالإيدي التانية رح تضغط على حنجرة فوران لتخلص عليه بعرف بعرف بس ما بدا لابس بس ولا شي خططنا لكل شي على هذا الأساس ما بعتناك على الحفلة على الفاضي خربنا سهرة البنت منشان تتعرف عليك طول هالفترة عم تحاول منشان توقع البنت بشباكة صراحة وأنا مالي مبسوط أنه نستغل مشاعر بنت بلعبتنا بس هذا الحل الوحيد أنا بعرف الكلب فورال منيح أول ما بينحصر بالزاوية رح يحاول يهجم علينا بهديك اللحظة بالضبط نحنا رح نضربه بأرماك يعني بدنا نحاصره من كل الجهات وقته فورال رح يرتكب أكبر غلط ومن هديك اللحظة بيكونوا قيع بين إيدينا يعني متل لعبة الأطول فار رح يكون الفار موسيقى رح يحاول موسيقى ع اجينا عسطنبول ولساتك مصرة عشغل المحار خلص تركي هالشغلة يا مرة لا تتدخل فيني كل واحد يهتم بشغله ماشي انا بدي اهتم بشغلي بس عم تعطليني كان فيه قصر لنعيش فيه بس انتي جبتيني لهون بيت عمتك صغير ومثل الان شوفي داعي خير ان شاء الله شو يلي زعجك ان الصبح سيد خير ولا شي عمتي عم بحكي عن المحار شوفي داعي بلا ما تتعب حالة بهالشغلة خليها ترتاح بس بنت اخوكي ما بترد علي واساسا ما عادي ليق فينا بيع المحار بعد هلأ وليش ما عادي تليق فيكن هالشغلة عم تكسب المصاري بعرق جبينا بس طبعا عقلك ما بيستوعب هالشغلات بتحب المصاري اللي بتجي من دون تعب عمتي لا تواخذيني عم عزبك معي ممكن جبيلي محارم كمان تكرم عيونك بجيبلك شكرا استغفر الله كبريائك عم يمنعك تروحي ع قصر ديمير أغلو فكرة ما عندي كبرياء قرفتوني حياتي من لما اجينا وعمتك بتسمعني حكي قال بحب المصاري من دون تعب بيكفي بيكفي طلعي فيني سمعي مني ولا تعاندي خلينا نروح ونعيش بالقصر العيشة هنيك أحلى خليل سكر عالموضوع أنا مستعدة نام بالشارع لأني نام بالقصر فهمت؟ ماشي إذا ما عم تفكري بحل وما عم تفكري فيني فكري بهزال تعرفي شو وضعي البنت هنيك؟ ها؟ انتي سألتي حالك إذا هي مبسوطة ولا زعلانة ما شفتي شو عم تساوي البنت كتير عم تحاول مشان تراضيكي بس ما عم تخليني أعطي عنوان هذا البيت كل يوم بتسألني كيف أمي؟ شو أخبارها؟ وأنا احترت ما عدا عرفت شو بدي أعمل شو بدي إلا؟ راح أمفجر خليل ممكن نسكر على الموضوع بقى؟ ورجاءً لا تحط على الجرح ملح بكفي إيه ماشي فهمنا ما عدا أحكي بنوب ما عدا أحكي أوف قسماً بالله عرفت من هالعيشة شو هاد يا؟ صباح الخير صباح النور إجيت لخبرك إن الفطور جاهز شكراً إنتي بتفيقي بكير؟ وناس خانم كانت تفيقي بكير ناس خانم؟ مين هي ناس؟ ناس خانم؟ آآ 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 ما تواغزيني لسا في عندي شغل بالمطبخ سيب هال؟ الله يوفقك ويعطيك العافية يا بنتي الله يعافيكي هدولة قارحي كسرولي ضهري آآ 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 إيه بروح حبيبتي؟ أمي ملكة شو هالمفاجأة بنتي؟ أهلين وسهلين أهلين فيكي أهلين بنتي حبيبتي عمتي نرجيس إيه برو أهلين وسهلين بنتي بوسي إدعمتك الله يرضى عليكي كانت صغيرة لما شفتها آخر مرة إيادو بسنتين ثلاثة معك حق ما تتذكريني بنتي الحلوة أكيد أنت جوعاني عدي لجبلك أكل لا شكرا أكلت صندويشة وأنا بالطريقة بس بصراحة كتير تعباني فيني نعم؟ آآ وين تنام إي برو؟ هلأ بجي حز للغرفة الصغيرة شكرا عمتي تعالي ليش ما خبرتيني؟ صارت فجأة تركت الشغل ولها السبب إجيت بسرعة تركتي الشغل؟ ما عاد أتحمل وعدوني على أساس أني أترفع بس لساتني عم نظف الشراشة في الوسخة كتير منيح أساسا قلبي ما كان متطمن إنك تضلي لحالك هنيك وحتى ما بدي إياكي تشتغلي عندهم بس أبوكي ما علينا أهلين وسهلين فيكي إيه، في شي أخبار من الضيعة؟ كل شي على حاله، ما في شي جديد طيب عرفت شي عن كينان؟ لا والله اتصلت كتير بس موبايله عم يطلع خارج التغطية بعرف، أنا كتير اتصلت فيه هو وأحمد خارج التغطية كأنه الأرض انشقته بلعتن لا صوت ولا خبر ولا شي بصراحة أنا كتير خايفة إنه يكون انتحار بعد ليساوته هزال فيه لا تقولي هيك، إن شاء الله رح يكون كل شي منيح على كل إن أمي ملك، بلا ما نفتح الموضوع هلأ لإني كتير متدايقة ومأهورة ماشي بنتي مكانك جاهز بنتي شكراً، لكان قيمة ارتاح شوي ماشي روحي ارتاحي شكراً إليك صباح الخير صباح النور صباح النور طالح حلو فورالبك عيونك الحلوين إيه، كيف كان لقائكم مع الشرك الجديد؟ يعني كان منيح صباح الخير صباح النور وحتى اللقاء كان رائع بعد شوي رح روح على الشركة مشان أحكي بالتفاصيل مع الشريكي الجديد ممتاز، يعني حبيته واتفقته؟ تركينا من الشريك الجديد، وين كنت مبارح؟ كنت أنا ورفقاتي سهرنا وتسلينا مع بعض سليتوا للصبح مين بيكونوا رفقاتك؟ عم تقضي أغلب وقتك معهم رفقاتي، شو بيهمك مين بيكونوا؟ إذا كنتي رح تتأخري بعد هلأ خبريني لأبعتلك الحراس وشو في داعي للحراس؟ أخي بترجاك، قول شي؟ ممكن إنه ما تدخلوني بالمشاكل اللي بيناتكم؟ في مشاكل أهم لازم روح أهتم فيها صباح الخير للكلب صباح النور صباح النور المحامي عم يدور على طريقة لنفسك العقد وهو رح يحاول يضغط عليك بعرف أمي ايه؟ كيف؟ عجبتها غرفتك؟ عزيز بيك قال لي خليها تكون متواضعة أنت ما بتحب الفخامي قال لهالسبب اهتميت فيها بنفسي حتى اهتميت بغرفتك أكتر ما اهتم بغرفتي هالموضوع ما بيهمني أبداً ما علينا على القليلة مانا كائبة مثل الشركة الأديمة على الأغلب ما رح تصير مشك ليه بموضوع الإدارة إذا ما صار مشك لي من طرفك ما بيصير من طرفك انت ما عم تقبل تخبرني الحقيقة بس أنا عندي فضول أعرف هدفي واضح منيح بهالشراكة انت شو هو هدفك كينان؟ العدالة العدالة منطلع بعض الفطور هازال؟ منتفتل شوي ومنتسوق كمان سمعي دائما متعترضي ما بدي أي اعتراض اليوم ماشي ما رح تدعيني كمان؟ طبعاً إذا بتحبي ترافقينا لا، عندي شغل كتير اليوم، روحوا عندي سؤال مين هاي ناز؟ شو خطر ليك؟ ليش سألتي هالسؤال؟ كتير عم بسمع هالاسم نيفرا كانت تناديلي ناز وهلأ سيبال كمان شو قالت لك؟ قالت ناز خانهم كانت تتفيق على بكير مثلي بدل هالأمور الفاضية تنازلي شي مرة ووضعي زوجك على الباب يا هازال ليش مهتم بالموضوع؟ لأنه كل شي متعلق بإبني فورال بهمني ما عندي أهم منه إذا بهمك لهالدرجة، فيك توضعي دائماً مع أنك عم تعاملية صحتين وهنا أه، وأنا شبعت صحتين وهنا شوفكن كيف مفتحت قصة ناز مرة تانية؟ هازال سمعت من العاملات مين؟ من مين سمعت؟ ما بعرف ما قالت من مين؟ طيب مو مشكلة، أنا بعرف بطريقتي برابو عليكي، نجحتي بمهمتك بلكي جينان خانوم عرفت لا تكليهم، أنا رح أعطيكي مصاري ما كنت تحلمي فيها رح ساوي كل شي مشانك، وأمي ما رح تقلعك من الأصر وسقفيني شكراً لك إذا بدك كان يساوي لك شي تاني، قولي وأنا جاهزة عنا كتير شغل سوا صار وقت الاجتماع منروح؟ يلا أمشي تركنا لحالنا سينان بس، الاجتماع عا... سينان، طلع لبرا مبارح تعكر مزاجي وما حكينا ليش؟ ما انتبهت إنو صار شي عكرلك مزاجك طبيعي ما تنتبه، لأنو يلي عكرلي مزاجي صغير وما بينشاف بالعين حتى آه، بس الظاهر إنو تأثيره كان كبير أصحك تلعب معي، اثنيناتنا منعرف منيح شو بدك فلا تحاول، أنا مو من الأشخاص اللي بتخلوا عن الشي اللي بيملكوا بسهولة أبداً لا، أنا ما تخليت، بس للأسف اللي كنت بيملكم بعض سهولة يمكن ما ملكته لأنك ما كنت بتستحقه أصلاً يلا خلينا نروح الاجتماع، تعرف الاجتماع مهم بالنسبة لألنا صح أنت قدرت تطلع من قاع البحر، بس عن قريب رح تدعي لترجع له موسيقى أهلاً وسهلاً فيكن باجتماعنا الأول بتعرفوا رح نعمل تصويت مشها منصب المدير العام للشركة ومثل ما هو مبين، أنا المرشح الوحيد بس مع هيك حسب الأصول، منواج بيسأل الكل حدا عنده شيء اعتراض لكون مرشح لمنصب المدير العام؟ طبعاً ما فيه خيارات شريكنا الجديد كينان بيكي كتير مهمة بالنسبة لنا بس يا ريت لو إنه اهتم شوي فينا مثلاً ما خطر عباله، ليش نحن طول هالسنين ما شفنا أنه سيد سينان بيليق بمنصب المدير العام للشركة مع أنه نحن عائلته؟ أنا برأيي، بالتجارة ما في شيء اسمه العيلة مظبوط، بس بظن أنه العدالة كتير مهمة برأيي، السيد سينان كتير بيليق بهذا المنصب شكراً إلك كينان بيك، ممكن تبلشوا بالتصويت هلأ؟ مين موافق؟ حلو، الكل موافقين أني يكون المدير، بتشكركم عسيقتكم فيني، نجتمع الأسبوع الجاي مشان موضوع الإجراءات، انتهى الاجتماع استنوا، استنوا، لسه في نقطة مهمة، ما رح أخذ من وقتكم طيب يا ترى، شو هالنقطة المهمة؟ زيادة رأس المال زيادة رأس المال؟ ليش استغربت؟ الشركات اتحدوا، توسع حجم شغلنا، وهذا أهم شي لازم نساويه هلأ لنزيد ضماننا وتقلل خطر إذا تعرضنا لأي مشكلة أكيد بتعرفوا هذا الشي ما؟ نحن لازم نناقش الموضوع بيناتنا بالأول تمام، وإذا خطر عبالكم أي سؤال أو استفسار، فيكن تحكم معي كينان بيك، وهلأ الاجتماع انتهى قالوا فتحوا معرض طياب جديد، كتير حاب بشوف الموديلات الجديدة منروح سوا؟ أرماك، في موضوع كتير شغل لبالي، الكل بينادوا لي ناس، ولما أسألكم بتخبوا عني، مين ناس؟ ليش لما أسأل عنها الكل بيتوتر؟ ما حدا بيتوتر حبيبتي، بس هيك بيتهيق لك هم؟ ألو حبيبي، خلص اجتماعك؟ إي خلاص كيف كان الوضع؟ متل ما توقعت، كان كتير ممل، لهالسبب بدي شوفك لعدي المتاجي شوي إي كتير حلو، وأنا برات البيت هلأ ممتاز، يلا بعطيلي موقعك لإيجي لعنيك ماشي حبيبي، بالمناسبة عندي إليك مفاجئة، رح تندهش لما تشوفك بصراحة ما أظن أني رح اهتم بأي أشي تاني غيرك حبيبي أنا بحبك وأنا هلأ أعرفت لمين بدك تهدي هالساعة، عم بسمع دقات قلبك من هون عن جد؟ حاسسته رح يطير هاي أول مرة بحس بهيك شعور هو جايك، رح عارفك عليه كمان، بس أصحكت خبري يلي بالبيت عم استنى الوقت المناسب ما رح أخبره لاتات لهم ايه؟ امت تعرفته عبعض؟ صلنا شهر بتتذكري، لما رحت على عيد ميلاد واحدة من رفقاتي بشيلة وحتى قلتلك مش عان تروحي معي ايه تذكرت؟ ايه؟ تعرفنا هديك الليلة حفلة عيد الميلاد؟ مو بالضبط، أنا طلعت متأخرة من الحفلة وتعطلت سيارتي لما كنت راجع على البيت الطريق فاضي والدنيا عتمي، شو هالحظ يا ربي؟ ما في شبكة، شعن تكمل معي؟ يا ربي، شو بدي أعمل هلا؟ يا ربي، شو بدي أعمل هلا؟ يا ربي، هل حظ؟ يا ربي، هل حظ؟ COOLمةfreجو Floyd مسال خير؟ على الأغلب تعطلت سيارتيك ايه؟ مع عليَ... الحمد لله على سلامتك سيارتك تعطلت بمكان سيء كتير فيني جري بشغلها بل كي بتشتغل معي معلأسف السيارة ما بدا تشتغل بس إذا أنت بتحبي فيني وصلك لوين ما بديك ما في داعي جربت أططل بعيلتي لا يجوا ياخدوني بس ما في شبكة بموبايلي هون بعد إذنك فيني استخدم موبايلك؟ ايه طبعا ما في مشكلة فضلي بس للأسف نحن بنفس المكان يعني ما في شبكة موبايلي شو بدي ساوي هلأ؟ ما حدا رح يمر من هون لبكرة الصباح برأي ما في داعي تستني هون يعني أنا بقدر وصلك على المكان اللي بدك يا ما بعتقد عندك حال ثاني بهالوضع شكرا إلك العفو بالمناسبة أنا كينات أنا قرماك تشرفنا شرفت يا ترى أنت مو كنت بعيد ميلاد سلين هالليلة؟ طول حفلة عيد الميلاد وأنا عم حاول ألفت أنت بعيد لو عرفت أنك انتبهت لي لكن تأجيت لعندك وتعرفنا على بعض تزعجك هالأغاني؟ خد راحتك كتير تحب هالمطربة بالله وأنا حتى عندي كل أغانية ما عم صدق وأنا عندي كل أغانية وحتى الكاسيتات القديمة الأسطوانات كمان أي الأسطوانات كمان بتحبي نجدات صبحي؟ أنت بتحبه؟ يا اللي عشته مثل جراحي يا قبطان كل البحار والملح جواتهم ما قدرت الداوي ذكريات البحر أزرق والسماء زرق والحرية اللي مشتقلة زرق بس ليش الحب يا اللي بقلبي أسود يا ترى؟ كتير بحب نجدات صدق وأنا كمان كأنه الصدفة اللي جمعتنا مع بعض هالليلة غريبة أي بس يمكن ما نصف هذا القدر وهيك بلشت قصتنا مع بعض هازال هازال عشت قصت تعارفكن على بعض كتير حلوة هو وصل شلون طالعة؟ حط حمرة كمان؟ لا تتوتري طالعة كتير حلوة أرمض لوين رايحة بدي عارفك عليه؟ معني رايحة بس رح اتمشى برا وانتو بتقعدوا لحالكن شوي امتشى برا انت جنيت يعني؟ أهليم فيك يا أمي قال انت طلبت زيادة رأس المال بالاجتماع ما شاء الله رجالك اللي بيشترك كتير سريعين شو هالسخافة؟ فهمني ليش هيك ساويت؟ مو نحنا عنا فضول نعرف مين وايف ورا لصياد السمك؟ إذا ما قبل العرض معناته استسلام وهيك منتخلص من صياد السمك وإذا هو قبل العرض بهالحالة منعرف مين وايف ورا وديش قوي وليش عم يدعمه؟ لا تكون متأكد لو انبارة خبرونا أنه رح يصير شريكنا لأغمى علينا من الضحك بس هو صار شريكنا اليوم صياد السمك مستعد ويلي واقف ورا حسب حساب كل خطواته وهالخدعة ما رح تمرق عليه أنا ما عم ساوي أي خدعة أنا بس عم حطه عند حده بس أنت عم تخاطر بالشركة فورال هاي مو لعبة أولاد صغار المهم هلأ مو شركة يا أمي المهم شرفي صياد السمك لازم يفهم أنه ما بيقدر يتحداني أنا هازال بغرفتها أمي؟ لا برا كيف يعني برا؟ طلعت مع أرماك لبرا ومين يلي سمح له؟ لش فيه داعي تاخد إذن؟ ممنوع تطلع برات البيت من دون ما تاخد إذني عم تسمعيني أمي؟ وخاصة طالما صياد السمك عم يحوم حولينا بهمت أمي؟ ترجمة نانسي قنقر 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 تفضل انت عم تراقدني وتلاحقني؟ الدنيا صغيرة يا أخا لازم تتعودي على هيك صدر بل هالألعاب كنان وعشان بارح وشراكتك مع عائلة ديمير أغلو كلها صدفة؟ ولا شي صار صدفة كله كان مخطط ومدروس صار لي تلت شهور عم خطط لها الشي ممكن تبعد عني إنساني لسه كم مرة لازم قللك؟ واضح إنه مرض عائلة ديمير أغلو نتألك كلكم بتفكروا حالكم موجودين بمركز الثاني أنا ساويت كل شي لأنه شراكتكم كتير مربحة مع أنه ما لهم أي قيمة وما بيسوشي بس ما فينا ننكر سمعتهم التجارية يعني بس للتجارة مو هيك؟ أي بس للتجارة مثل زواجك بطفط ترجمة نانسي قنقر حبيبي وينك؟ أنا عم أستناك أنا كتير بعتذر حبيبتي صارت مشكلة بخصوص التوقيع ولازم أرجع عالشركة أخواتي ساووا شي مشكلة ما؟ لا لا ما لهم علاقة لا تواخذيني أنت زعلتي شي؟ زعلت بس إذا ما بتعيدها بسامحك بعتذر منيك مرة تانية ماشي بحقيقي بعدي ماشي أنت منيحة؟ شو صار هازال؟ بس حسيت بدوخة لا تأكلهم أين هو حبيبك؟ طلوع له شغل واعتذر ويش هيك تعبان؟ من روحها لبيت؟ ماشي الأفضل ارتاح بالبيت مهم ممكن تجيب لنا الحساب؟ تفضل هالمحار كتير طيب ساحتين وهنا مين اللي عم بيحضر هالمحار؟ أنا عن جد تسلم إيديكي أنا بدي أشتري كل شي ما فهمت كل المحار؟ إي إيه عندي مطعم سمك رح قدمهم لزبايننا هنيك قديش حقهم؟ إيه ما بعرف قديش بالضبط يعني ميتين وخمسين بكفي لا ميتين وخمسين قليل على هالطعم الطيبة خدي هدول هلأ بيساولك عيران مالح وما بيضل فيك شي مرحبا أخي أهلين أنتو وين كنتو؟ تمشينا شوي طيب ليش ما خبرتوني؟ كنا رحنا عشي مطعم وتغدينة سوا حبينا نكون بنات لحالنا بنات؟ آي كتير منيح أنت منيحة هزال؟ منيحة حست بشوية ضوخة ما في شي خطير بس أتسطح برتاح أرماك من هي اللحظة لا تطلعي مع هزال لحالكونا بدن أنا بوصلكم لوين ما بدكن تفقنا أختي؟ ما في مشكلة بس شو الموضوع؟ ما في شي بس أصدق أنه نقضي شوية وقت مع بعض في شي؟ ماشي سيبال نعم هزال خانم مين هي نازي؟ قلتلك مين نازي يا سيبال كتير نذكر اسمه قدامي يا ريت لو تسألي حدا غيري هزال خانم لأنا ممنوع علي إحكي لك عنه سمعي ما رح جيب سيرة لحدة بتضل بيناتنا ما حدا رح يقدر يساوي لك شي لا تخافي قولي ناس خانم عم يستنوني بالمطبخ نحن ما بناخده مناطي مع العمال ياللي هون لا تعطيون وش انتهت الأيام ياللي كنتي جرسوني فيها صرتي من عائلة ديمير أغلو انتبهي على تصرفاتك صحتين وهنا لكن زيادة برأس المال فورال ما بيفاجئني بنوب يعني نحن رح نقبل مو هيك طبعا نحن رح نقبل يا ابني هو ساوي الشي اللي كنا متوقعينه هن ما في معن كل هالمصاري رح يضطروا يتدينوا حاول يخدعنا ونحن رح نستغل هالخدعة لصالحنا كنا شو؟ لهلأ ما أعطاك وش؟ لا والله بالنهاية معه حق لو كنت مكانه لساوية الأسوأ برأيي هو عم يظلمك ارتكابت غلطه اندمت لشو كل هالمبالغة؟ عم تشوف اللعبة الوسخة اللي هنين عم يلعبوها ما بتطلع شيء قدامي اللي انتوا ساويتون اشتركوا في القناة ايه كيف كان الاجتماع مع عائلة ديمير اغلو؟ ما صح لنا نحكي متل ما توقعنا هي شو ساويت لما شافتك؟ قصدي هازال اندهشيت طيب وانت بشو حسات كنان؟ بعرف لسا ما انطفت نارك جواتي فراغ كبير كتير كبير وكل ما بشوفها بحس احساس غريب يعني لسا تك هازال يلي حبيتها ماتت انا دفنتها من لما تزوجت هداك الوسخ همي هلأ مع عائلة ديمير اغلو يعني هازال معد الى اهمية؟ لا شو القصة؟ ليش اجيتي لهم فجأة؟ انت شو عملت لحتى تقلعتي من هداك الشغل؟ ما تقلعت يا بابا انا تركت انت غلطي فكرتيني قبلت تضلي هنيك لحالك عالفاضي؟ قلتي لي الراتب منيح فقبلت لو كنتي صبرتي لتكسبي سقط فورال بيك لعطاكي منصب افضل ايه طبعا صهركي اللي عطاك منصب مدير عام لشركاته اي منصب رح يعطي لأي برو ما منعرف بل هالحاكي الفاضي يا ملك بعدين انت ما بتعرفي منصب الاستراتيجي بها داك البيت وظيفتي كتير مهمة شكرا إليك مع علينا انا بدي نام عم يستنوني الصبح بكير بالأصل اذا ما كنت هنيك ما بيعرفوا يساووا شي ما شاء الله ما شاء الله تعالوا اسمعوا هالحكي يلي بيسمعك بفكر انه قال ديمير اوغلو سجلوا الشركة باسمك ان شاء الله رح تصير بشي يوم بالنهاية احنا نسايب شوفوا هالنسوان او انا بدي نام رح روح مع بابا الصبح لشوفها زال تصبحوا على خير وانتي بخير وانتي من اهله بنتي والله ما حبيت زوجك وما هضمتوا بنوب مثل الغراب اخ يا حبيبتي ملك معقولة مرة مثلك تقبل برجال مثل خليل ان شاء الله تنعمها عيون عزيز شو؟ اذا انا غلطانة اقولي لشوف خالص عم تانسي بقى صاري اللي صار لعدد فكري طيب ماشي سكتت هف الله يسلم ايديك الاكل بجنان ان شاء الله صحتينو هنا فورال لا تهمل سنان بالنهاية انتو اخوة خلي ايدك علي وهيك هو ما بيتأزه بنفس الوقت بيجيب لنا معلومات من الطرف الثاني اذا عرفنا شو هي تحركاتهم من جاهز حالنا يلي بيشتغل هالشغل من وراء ظهري وبشارك عدوي انا مستحيل اصق فيه حتى اذا كان اخي امي سنان اختار وين بده يكون لما احرق صياد السمك ويلي دعمه ساعة انا ما رح ارحم اي حدا حتى اذا سنان كان بيصفون بس فورال خلاص بكفي صحتينو هنا امي صباح الخير يعطيك العافية صباح النور هازال خانو الله يعافيك نيفرا شفتي سيبالشي منمبارح منبينة هي جينان خانو مقلعتها من الشغل طيب سيدها كان انا متأكد من كلامي منيح وهو رح يجي لعندك على البنك صدقني اذا عرفت انك عطيت قرض لهذاك اللي اسمه كينان ما عادت عمل معك بنوب لازم نحكي طيب معناته اذا هو اجي لعندك يا ريت تخبرني فورا يعطيك العافية مع السلامة صباح النور بدي ياك ترجع سيبالة عالشغل ما فهمت امك قلعت سيبالة من الشغل بدي ياك ترجع اليوم شو القصة انتي عم تشكيني لابني ليش قلعتي سيبالة من الشغل اكيد في سبب خلاني يقلع وانتي ليش اتدايقتي لهالدرجة لانك قطعت بلقمة عيشة بلا سبب قلعتي البنت بس لانها حكيت معي بعدين انا كنت حبة ما بيكفي هيك نحن ما بنختار العمال يلي بيشتغلوا عنا بهالطريقة مو شرط نحبهم المهم يعرفوا يشتغلوا شغلهم منيح الافضل تتعاودي على هالوضع امي بعتقد في عندك تفسير منطقي للي صار لانه هازال حبة البنت بكرا منبعت لخبر لحتى ترجع هالموضوع خلاص تسكر شكرا اليك الغبية كانت عم تحكي مع هازال عن ناس ولها السبب قلعتها ما بهمني لو سمحتي خلي البنت ترجع عالشغل وبلا مشاكل امي عالاغلب ما سمعت شو يلي قلته فورال هي كانت رح تحكيه لعالناس انا سمعتك بتمنى تكوني سمعتيني البنت بكرا رح ترجع عالشغل وانتهينا بس يا فورال معني ابني اجو ديوف يا خانم كيفك جينان خانم كيفك فورال بك انا منيح اختسل ممكن تخبرها زال ما في داعي انا بروح لعندة هي بغرفتها بغرفتها انا رح رافقك لعندة تفضلي كون ممنونتك قولك انت شو عم تساوي هون ها متفانة انك ما تجي على اسطنبول ابدا مظبوط نحن هيك اتفقنا بس لا تواخذني انا هالمرة فسخة الاتفاقية اللي بيناتنا يا صهري وما عد اشتغل بالفندق تبعكون كمان رح ابقى باسطنبول وانا اجيت لهون مشان اول علاقة بيني وبين اختي سمعيني منيح اذا خبرتها زال باللي ساويته تهديداتك ما عاد تهمني وهلا عن اذنك في عندي كلام مع اختي غرفتها فوق شي يا صهري هزال ايه برو هلا كنت رح اتصل فيكي شو عم تساوي هون اجيت مبارح انا رح عيش باسطنبول مع اهلنا كتير فرحتيني بهالخبر تسلميلي يلا تفضلي قاعدي هون شو هالاطلالة هاي تأخذ العقل هزال بدك الحقيقة حتى الجناح الملكي اللي بالفندق ما نحلو لهالدرجة شو حلو حبس خمس نجوم انتي لسه ما شفتي الحبوس تعالي شوفي بيت العم نرجاس بعرف بيتها اخذت العنوان من ابي حتى رحت كذا مرة مشا نشوف امي بس ما اجتني الجرأة لدق على الباب كيف امي نيحة نيحة ما دل ما بتعرفيها اجا كينان لهون كينان لوين لهون يعني كينان باسطنبول صار شريك لشركة فورال شو امتنا ويتوقف قدام عيلة ديمير اوغلو وتعرفهم على حالك عن قريب فورال خبر البنك منشان ما يعطينا قرض الغبي عم يحاول يحط حجار بطريقنا بس ما بيعرف شو اللي عم يستنى ما فهمت عم تصرف كل سروتك لتلعب على فورال ليش ليش عم تساوي هالشي خسارة المصاري فيه اشخاص بيعتبروها خسارة روح ونحن اساسا متنا يا ابني الحقير حرق لي روحي باختي مو بالمصاري انا شفت هازال مبارئ انت شفتها بالصدفة ولا تقصت تشوفها كنت موعد ارماك وكانت معا وعرفت بعلاقتك فيها؟ لا ما عرفت اي شي بس هازال طلبت مني انو بععد عنها وانت شو قلت لها؟ شو بدي يقول لها واحدة كانت تقلي انو انا كل دنيتها قبل تلت شهور غريبة مو هيك بس انا قلت لها مع انو قلبي كان عم يتكسر يا خال تعرف شو قلت لها؟ قلت لها مشكلتي مو معيك معي اللي تركتيني مشانه وهي ما سألتني ابدا شو هي مشكلتي مع زوجها؟ هي ما تركتني مشانه امبين انه تركتني مشانه مصاريه بس طيب كيف صار هالشي؟ كنا من وين جاب كل هالمصاري؟ ما بعرف كيف ما بتعرفي هازال؟ ما سألتي؟ بس سألته انت ليش اجيت؟ اساساً امبين ليش هو اجي بده ينتقن منكن بعرف بس ما هم يقول هالشي قال همه الوحيد التجارة وانت طبعاً صدقتي هالحكي طيب وشو قلتي؟ انا قلت له يبعد عني بس ما مبين رح يبعد شو رح تعملي؟ رح لاقي طريقة واحكي معه مرة تانية لحالنا لحالكم؟ هازال لا عدد حومي حولين هالرجال صايرين متل النار والبارود يعني اذا النار قربت كتير من البارود انت وكينان بتحترقه؟ برأيي ما في داعي تحكي مع كينان ما بصيري ايبرو نحنا لازم نحكي ماشي طيب شو رح تقولي؟ انا رح اقوله اني بحب زوجي وهي اول مرة بحسب السعادة بحياتي وانه هي اول مرة بعرف الحب هذا افضل شي ممكن تقولي وبهالطريقة بتخليه بعيد عنك تعرفي لو انا كنت مكانك كنت قابلته انا ماسكي اييد زوجي ساويا مشاني صدقك بس بتمنى يروح من دون ما يجبرني اعملها لانه طالما هو قدامي وعلى طول حوالي ما فيني اتحكم بقلبي ايبرو قلبي وعقلي وافكاري متعلقين بكينانو بس الافضل انو يكوني بعيد مشاننا اتني ناطنا صحيح كينان وين عم اشتغل هلأ؟ يعني وين عنوان هالشركة؟ يا لطيف شو هالصهر؟ اخد البنت وفوقها عم يخليني اشتغل خدام سيد خليل؟ ارجع لوعيك شو هالتصرفات؟ وقت من ايدي سيد عرفان اساسا انا نظفت منيح تعالوا شوفوا رئيس الخدم وارجيك شو رح اعمل فيك؟ حاجة تنقو تلتهي لسه عندك غسيل سيارتين رح خليك تخدمني وتغسر رجلي يا سيد عرفان قليلي شو حكيتو؟ لا تاكل هم ما قلت اللي شي لاني كنت عم بسمع كلام هازال وكتير اتفاجأت لكن انت وكينان صرتو شركة الف مبروك ايه؟ شو رح نساوي يا صهري؟ الضربة اللي ما بتموت الانسان بتقويه مو المهم الواحد يكون عنده القوة المهم يعرف يستخدمه منيح وصياد السمك هاد رح يتعلم هاد الشي والافضل ما تحومي حوالين رجلينه بهاي الفترة لانه لساتك صغير ايه؟ تخاف انه ادعس عليكي يعطيك العافية بابا انا رايحة بشوفك بعدين اه لا وين رايحة؟ ما بعرف بدي اتفتل باستنبول بس لا تتأخري بالرجعة هون مو تضيعا يا بنتي كوني بالبيت قبل المساء ماشي؟ ماشي بابا لا تقلق اه ايه برو لا تقولي لملك اني عم اغسل السيارات انا عم اشتغل هالشغلة مساعدة لانه الخدم اجازة ماشي بابا لا تقلق ما بخبره انا اسف حبيبي بس انا مجمورة ساوية مشانك ما عندي حال تاني سامح لي شكرا نستمو صحتينو هنا وفور البيت عرماك لو اين هيك من دون سلام؟ صباح الخير كنت طالعا عند هازل اه مبين انه متغير فيك الشي باخر فترة وشلون يعني؟ عادي لاشوف عادي احيانا مبسوطة من دون سبب واحيانا بتكوني شاردة لا تكوني عشانة يا بنت شو خطر لك اخي؟ ما في هيك شي بالشي يوم اكيد رحت عشاي لا تخجلي حبيبتي بس اذا وقعتي بحب شي حدا بتعرفيني عليه بالاول ماشي؟ لا تخبي عني اتفقنا؟ اتفقنا رحشوف هازل طيب ماشي اخي؟ يا روحو هازل دائما بتسأل عن ناز البنات ذكروا اسم ناز كزا مرة قدامها وهي صار عندها فضول تعرف ما بيصير هيك لأمتى رح نظل نخبيه؟ لازم تعرف الشبه هي اللي بيناتن وكل الحقيقة انا كتير قلقت عليك كينانا ما خبرتني لما رحت هديك الليلة انك جاي على اسطنبول هيك كان لازم يصير بس انا كنت رح اختنق كينانا ما قدرت اقول شي لأي حدا لأني عطيتك وعد ومن ثلاثة شهور ما بعرف اي شي عنك كتير انشغل بالي عليك وكنت كل يوم روح على بيتك لشوف بل كي بتكون رجعت بس بآخر مرة سكنوا مستأجرين جداد بادي كل لحظة انكسر قلبي تصلت فيك كتير بس على طول موبايلك خارج التغطية لو انك بس خبرتني لحتى اطمن عليك مو اكتر قلتلك انه هيك كان افضل ولا تواغزيني بتعرفي راسي كان كتير مشواش هلأ اتركك مني واحكيلي امتى اجيتي لهون؟ مبارح انت اجيت لتنتقم من هزال موهيك كنان صدقني هنن كتير خطيرين بعدين هزال مرت استحقهاش هزال ما الا علاقة همي الشغله بس الفقر هو سبب كل مشاكلي مو هزال يعني هلأ كل همي الشغل مو اختيك يعني بالصدفة صرت تشريكه لفرع لا مو هيك ابدا انا شارقت لانه هنن رح يربحوني كتير مصار هزال رايحة عشي مكان؟ اي انا عندي شغل بصراحة كان بدي اطلب منك طلب صغير تفضلي اذا بقدر ساعدك انا جاهزة انا بدي يساوي مفاجئة لحبيبي رح اعطيه الساعة يلي اشتريت له ياها وكمان نحنا على طول نتقابل برات البيت واذا تقابلنا بالبيت مطلب اكل من بره بس هو بيحب اكل البيت اكتر وبيضلي يقوله طلب تحضري له اكل؟ ايه حتى هو طلب مني من دون ما ينتبه بيموت بالفطاير بالجبنة وطبعا بدي يعني انا يلي حضرها ايه بسيطة حضري له ياها بس انا ما بعرف حضرها وشو بده تحضير الفطاير بالجبنة؟ انا بعلمك حبيبي بخلص شغلتي وبرجع بسرعة انتي ما في منك سلمي لقلبي رح خليوني يشتروا لي المواد ومشي عن الفطاير بس شو المواد؟ قولي مواد فطاير بالجبنة واختي سلمة بتعرف ماشي مر لعنة لما تكون فاضي امي ملك كتير مش تاقلة تشوفك بركي منعمل جولة باسطنبول شو رأيك؟ ما في مشكلة اكيد رح مر وصلي سلامي لأمي ملك عم نستناك هتم بحالك وانتي قولي لي بدك يا بسرعة بدي روح عندي شغل كتير بتحبي كينان مو هيك؟ بتحبيه وبتعشائي لدرجة انك تظلمي حياة اختك مشانه اكيد بدك تسألني اذا خبرت هزال عني اللي صار مع كينان مو هيك؟ لا انا بعرف انك ما خبرتيا ما بسأل اسئلة بعرف اجواب تدنيها طيب شو بدك لكان؟ نفس اللي بدك يا عندي عرض انا بدي اعرف كل الخطوات اللي عم يخطيها اخي سينان وكينان كمان رح وصفك عند اخي سينان سكرتيرة مكتبه وهيك بتكون عيونك عكينان طول الوقت وعيوني على اخي سينان عم تقول اني رح اشتغل هون؟ رح اشتغل لصالح اخوك سينان؟ لا ظاهر مادر تشرح لك رح تكوني مساعدة سينان بس رح تشتغلي لصالحي انا بس انت متعود انك تفسخ الاتفاقات بعد ما توصل لهدفك انا بدي ضمان ما في اي ضمانات انت بدك تشتغلي ولا لا اقولي امت رح بلش بالشغل؟ على القليل لو تعرفني على الشركة والموظفين شايفتك ما عم ترد علي امت رح بلش بالشغل؟ اهتمي بالانسة رجاءا هي رح تبلش بالشغل عند سينان اهلين وسهلين الف مبروك شكرا ممكن هويتك لو سمحتي؟ انت سجلت القائمة اللي عبرتك ياهو؟ انت سجلت شكرا اهلين هزال خانم موسيقى قالوا نعم؟ هزال خانم اجت عالشركة اجت عالشركة؟ ايه هلأ وصلت طيب سكرا اجت عالشركة اجت عالشركة اجت عالشركة اجت عالشركة او شكرا ليش اجيتي وشوبتك انا بعرف منيح انه انت اجيت بس مش هان تنتقم بس الافضل انك تتراجع انتهى كل شي كينان ياريت تشيل الحب او الكره اللي موجودين بقلبك اذا عندك ولو امل صغير انه ممكن نكون مع بعض مرة تانية ارميل ما في شي اسمه نحن وما رح نكون سوا انا انا بحب زوجي وكتير بحبه لا تكن بلا كرامة لهي الدرجة طلع من حياتنا هالشي كتير بضحك ما فهمت شو اللي بضحك؟ كيف يعني بنتبعت حالة مشان المصاري؟ عم تحكي قدامي عن الكرامي انا ما بنباع ولا بنشرة متلك يا خانو بس اجيت مشان المصاري يا هازال ديمير اغلو الموضوع ما بيعنيك هلا اذا سدأتي او ما سدأتي ما الي شغل معك تعرفي ليش لانه صار في واحد غيرك بحياتي ونحن كتير مبسوطين سوا مبسطت بهالخبر متمنى لكم السعادة موسيقى 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 هازال شوفي انت منيحة؟ ايبرو انت شو عم تساوي هون؟ تركك مني هلا مسحي دموحك بسرعة خلينا نطلع لبرة قبل ما حدا يشوفك هون تعالي صحتين وهنا يعطيك العافية الله يعافيكي يعطيك العافية الله يعافيك بصراحة الزباين كتير حبوا المحار صحتين وهنا رح قدم لك عرض شو اسميك؟ ملك ملك؟ ملك خانم مبين انك شاطرة بالطبخ وخاصة بتحضير المأكولات البحرية مو هيك؟ شكرا بس ما فهمت عليك شو العرض اللي رح تقدمه؟ تعالي واشتغلي هالشغل بمطعمي نحنا منقدم كتير مأكولات بحرية للزباين سمك وقريديس واخطبوت وبصراحة انا متأكد انك رح تحضريهم بطريقة رائعة وكمان رح نسجلك بالتأمينات ورح نعطيك راتب منيح بتشكرك على العرض اللي قدمتلي ياه بس لا تواخذني انا مبسوطة بشغلي لا تأخذي قرار بسرعة هات كارتي فكري واذا بتحبي خدي رأي عيلتي ولما تأخذي القرار تصلي فيني ماشي خاطري خدي هازال يلا حكيلي شو صار شو قلتي شو حكيتي مع كنان قلت له مثل ما انا خبرتك اني مبسوطة مع زوجي وانه ما يكون بلا كرامة لهالدرجة ينساني ويروح وماعد نرجع لبعض برافو عليك يا هازال ما بعتقد في بنت عندها القوة والشجاح طيب وكنان شو قال هو مفكر اني ساقوات هيك مشان المصاري وقال اجه مشان المصاري وغير هيك شو كمان شو فيه هازال هازال قولي لسه شو فيه كمان قال فيه بنت بحياته هيك قال وهن المبسوطين سوا مستحيل بتوقع هو قال هيك بس مشان يضايقك مو اكتر وانتي صدقتيه طبعا مبين بده ينتقن منك ما بظن ابنه كان جدي وهو عم يحكي سينان يلا خلصني شو صار معاك استنى امي بدا تنضم للاجتماع ها اهلين امي اهلين فيك مرحبا فرال اهلين امي كيف هازال نيحا بغرفتها يا ترى سينان شو هالموضوع المهم شركنا قبل زيادة رأس المال حتى فيه شغلة كتير مربحة بعائل كينان بيك قال رح يشتروا سفينة جديدة ولها السبب هو وافق على زيادة رأس المال وفيه بهذا الملف كل تفاصيل السفينة والمبلغ اللي لازم تدفعه شركة ديمير اوغلو فكره منيح وبعدين عم نستنى موافقتكن ما في داعي خبره مالنا موافقين صياد السمك بدو يلعب لعبة كبيرة يساوي اللي بدو يا مالنا مضطرين نوافق عليه لا يا امي رح نوافق فرال احنا مالنا محتاجين لهيك شي برأيي انتي لا تدخلي كيف يعني ما ادخل روح وقول انه مالنا موافقين سينان امي انا قلتلك لا تدخلي ما بسمحلك انه تلمس حساب الشركة فرال ايه متل ما بديك فيني اخذ القرضي اللي بدي ايامنا لابنوك بس ما رح احني راسي لصياد السمك انا يلي رح خليه يغرق بالبحر شو صار ما قابلت العرض هي تفاجئت بالعرض بس مو كتير مبسطي بجوز هي ما وسقت فيني عالاغلب ما تقبل العرض رح تقبل بعد هالحياة السيئة اللي خليل عيشها فيها طول سنين ما عندها حال تاني ابدا عطيت الكرت تبعي معلم قلتلها تفكر وتحاكيني لنشوف طيب لنشوف بالاول من قطعهم لقطع صغيرة ايمت منحطهم فوق الجبنة رح نحطهم بعد شوي بس انتي لازم تهرسي الجبنة كتير منيح انتي عم تشوفي مثل ما قلتلك هرسية منيح لتصير تقريبا مثل الكريمة بالعادة بتضيفوا بيضة بس بالوصفة تبعيتي بضيف بيضتين يعني هيك بتصير قطيب مثل ما قلتلك هاي وصفتي لا تعطيه لحدا حركيون مع بعض منيح مو هيك هرسيون وحركيون هيك هي اول مرة بتحبر اكتنك هلأ الحشوة منحطها على العجينة بيدينا ايه ارمات بعد ما نحط الكمية اللازمة منساوي العجينة بهي طريقة اشتركوا في القناة ليش جبتي كل هالأغراض عن جد ما كان في داعي أبدا لأنه أساسا ما عم أبقى كتير بالبيت مو مشكلة أبدا بعدين ممكن إيجي أحيانا وحضر الأكل هون نحنا قضينا ثلاثة شهور مع بعض كتير رح اشتقلك تعالي امتى ما بدك أنا موجود هون عفوا رح حطهم بالبرات كنان أنا بعرف أنه أنت ما بدك تحكي بالموضوع لساتك بتحبها زال اجيت لهون مشانا لو لساتني بحبها زال ما كنت اشتغلت مع جوزة أنت عم تساوي هيك لحتى تقهرها مو إذا نهرت لما تشوفني فهي مشكلتها مو مشكلتي مجبورة أنه تتحمل الوضع هالفترة بعدين ما بهمني أبدا أنه تكون جنبي أو قريبة مني أنا ما أجيت مشانا همي الشغل وبس تيري فرحت بهذا الكلام كنان ممكن نحكي شوي ما نحن عم نحكي موضوع مهم اتنيناتنا لا تنسي لي كان بدك تحكي ماشي جاي فورا إيجي إيجيت أرماك ما بديها تشوفك ماشي نزلي واستنيني تحت طيب هاي شو جابة لهون بعدين بحكي لك لا طعلي صوت استني تحت القصة طويلة بعدين بحكي لك ياها يلا أهلين وسهلين حبيبتي حبيبي أنا تيبست هون ليش تأخرت أنا اليوم جبت شوية تغراض مشان المطبخ كنت عم ضبهم لا تواخذيني إيه رح نضلع الباب ما رح تعزمني لجوة طبعا اتفضلي فوتي عندي إلك مفاجئة كنت رح ساوية بكرة بس ما تحملت أنا ساوتلك بطاير جبنة أكيد عم تمزحي أجيتي لهم بس مشان الفطاير إذا ما بدك برجعهم آه لا استني شوي طالما قطعتي كل هالمسافة خليني دوعهم بالأول المنظر بشهي رح دوق الطعام شو رأيك عجبتك؟ شو رأيك عجبتك؟ صراحة مرت أخي ساعدتني شوي شو رأيك؟ الفطاير كتير طيبة تمام معناتها رح ساوي شاي ما بيصير ناكل فطاير من دون شاي طبعا ما بيصير شقد رأيك ع Exodus آه بالمناسبة كنت رح أنسى هاي إلك شو المناسبة؟ هاي الساعة مشان ما تتأخر على مواعيدك أنت ليش تعت يا حالك بهالهدي؟ شو في داعي؟ في معنى تاني لهالساعة بالحقيقة بدي أقول أنه صار الوقت لتتعرف على عائلتي لا تشيغلي بالك في هالشي رح نتعرف تعرف؟ حكيت لمرت أخي عنك ما قدرت أتحمل هيك حدا من عائلتي عارف؟ أنت شو خبرتيا؟ شو؟ أنا خبرتها بعدين أنت بتعرف أنا شو قلت الله؟ بس بدك تسمع مني مو هيك؟ قلت الله إني بعشقه بجنون سرق لي عقلي وأفكاري ما بتمر ولا لحظة من دونه وشو كانت ردت فعلها؟ ولا شي بعد ما شافتني مبسوطة انبسطت مشاني حتى حضرنا الفطاير مع بعض بس لا تاكلهم ما بتعرف اسمك مو قلت اللي ما بدك حدا يعرف بس أنا عم أجبر حالي بالقوة ما عاد بدي خبيك بعد هلأ يا كينان لا تاكلهم ما رح يضل شي مخبها هزال اليوم رحتي عالشركة؟ عم تراقبيني جينان خانم؟ أنا بعرف كل شي بخص هالعيلة وبعرف كل خطوة بتخطوها وأنتي عم تخطي خطوات كتير خطيرة ما قلت شي لفورال مش هم ميت دايا بس إذا مرة تانية بتروحي عالشركة من دون إذننا رح خبره لفورال وما رح يكون منيح مش هاني انتي عم تهدديني ولا شو؟ عمنا بهيك ما في شي بيصير بالسر أو بيتخبى ببيت ديمير أغلو ما بظن بنو لو كان هيك ما كانت كل العيلة خبت عني مين بتكون ناز ما زبوط جينان خانم؟ موسيقى 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 موسيقى